فوضى واعتقالات وإصابات ومخاوف كثير من اتساع دائرة الفراغ السياسي الذي تعيشه كردستان العراق لسيما بعد وفاة جلال الطالباني والطرار مسعود البرزاني إلى الاستقالة من رئاسة كردستان بعد محاولة الاستفتاء فراغ سياسي عجز أن يملأه القارة الأكراد عبر الحوار فمن قلب الأزمة أعلنت حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما من حكومة كردستان العراق بالإضافة إلى إعلان رئيس البرلمان الكردي استقالته أما الشارع الكردي فلم يكن راضيا على مجريات الأحداث في كردستان حيث انطلقت التظاهرات منذ أيام في مناطق مختلفة من كردستان العراق احتجاجا على تدهور الواقع الاقتصادي في المحافظات الكردية وللمطالبة بتنحي الحكومة استخدام القوة كان شعار رد السلطات الكردية على تلك الاحتجاجات الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات بالإضافة إلى الاعتقالات التي شهدتها مناطق كردية عديدة بحسب المصادر الصحفية مراقبون قالوا إن الاضطرابات الأمنية التي يمر بها كردستان العراق ستفتح الطريق أمام إيران لتسيطر على كردستان عبر ميليشيات الحجدة التي تتهيأ للهجوم على كردستان في أي وقت لتمكين إيران من السيطرة عليه ووضع يدها على آبار النفط والبدء بالتغيير الديمغرافي استعداداته ميليشيات الحجدة أكدها مجلس أمن كردستان العراق بعدما نشر صورا تظهر تجمعا لقوات مشتركة من الميليشيات والقوات الحكومية قرب قضاء مخمور جنوب غربي أربيل ترقب وحذر يشوب الأوساط الكردية مما قد تقول إليه الأمور في كردستان إذ تزايدت المخوف من تكرار ما حصل في المناطق المتنازع عليها بعد دخول الميليشيات والقوات الحكومية إليها خاصة بعد تهديد رئيس الحكومة في بغداد